بعد تحدي الحجد الجيش العراقي ووعيد الأخير برازت للسطح المقارنة بين الجهتين ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن تعداد القوات المسلحة العراقية يبلغ 160 ألف مقاتل تنقسم هذه القوات إلى 14 فرقة كل واحدة منها تضم أربعة ألوية مجموع مقاتلي الفرقة يتراوح حول نحو 14 ألف جندي ما عدا الفرقة التاسعة فهي فرقة آلية وبنسبة للعتاد يملك الجيش العراقي عشرات الطائرات الهجومية من نوع سو 25 الروسية وطائرات F-16 الأمريكية كذلك وأخرى كذلك تستخدم للنقل الجوي من نوع C-130 إضافة إلى طائرات أتونتونوف الروسية أما عن الدبابات يمتلك الجيش العراقي مئات منها من نوع إبرامز الأمريكية وتيتنيني وسبعين الروسية كما يظهروا في العرض إضافة لعشرات المدرعات من البلدين وفي الجانب الآخر فإن تعداد فصائل الحشد الشعبي يقدر هو الآخر وفق أرقام شبه رسمية بنحو 160 ألف عنصر يقسم هذا العداد على 60 لواء عدد المقاتلين الشيعة في الهيئة يقتربوا من نحو 110 ألاف عنصر بينما ينتمي 50 ألفا إلى السنة والأقلية العزيدية والشبكية والتركمانية أيضا وبنسبة لعداد الحشد فيعتمد على صواريخ إيرانية الصورة وأخرى صممت في العراق بينما تتحدث مصادر عن تزويد طهران الحشد بصواريخ تعد بعيدة المدى يملك الحشد كذلك وحدات الطائرات المسيرة الهجومية وطائرات المراقبة جميعها إيرانية الصنع وأكثر منها من ألف آلية ثقيلة وعشرات الدبابات الروسية قديمة الصنع لدى الحشد الشعبي ترسانة كبيرة من سلاح المدفعية والصواريخ المضادة للدروع من نوع كورنيت كما يمتلك الحشد مصانع لا يعرف على وجه الدقة طبيعة نشطها أو ما تصنعه من أسلحة